أهالي مدينة البيرة جثمان الشهيد الطفل محمد رياض صالح 16 عاما الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية عند مدخل مستوطنة بيسغوت المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة ونقل جثمان الشهيد من مجمع فلسطين الطبية إلى منزله ليتسنى لذويها إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها ثم انطلق موكب التشييع للصلاة عليها ومنه إلى مقبرة الشهداء لمواراته الثراء قوة الاحتلال أطلقت النار على الطفل صالح دون أي مبرر ولم تكتفي بذلك بل احتجزت جثمانه ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليها وتقديم الإسعافات الأولية له فقام جنود الاحتلال بسحب جثمانه إلى داخل المستوطنة وتركه ينزف حتى الموت قبل تسليمه في سياسة قتل ممنهجة ومتعمدة ينتهجها الاحتلال منذ سنوات طوالة يستهدف بها كل ما هو فلسطيني اليوم الاعتداءات تحدث في كل المحافظات هم دائما يكونوا باغتيال كل ما هو فلسطيني ولكن زادت هذه المجازر في المحافظات الشمالية في ظل الظروف التي تتوجه جميعها الآن إلى المحافظات الجنوبية في غزة وما يحدث هناك فكأنه يعني وكل عادة طبعا يعني لا رقيب ولا حسيب عليهم في أي مكان ولكن كأن العين مغمضة عن المحافظات الشمالية وما يحدث فيها من إجرام وقتل ومجازر تجاه ابناء شعبنا وكأنه لن يسجل في تاريخ مجازرهم وبشاعتها التي تحدث في فلسطين يعني إعدام آخر بدم بارد كالعادة لأن النتيجة مضمونة لا يوجد أي عقاب ولا أي حساب ولا أي التفات لما يحدث تجاه ابناء شعبنا من هذا العالم الظالم والصامت مشاهد متكررة وجنائز عديدة يشهدها الفلسطينيون مع اختلاف المسميات كلها نتاج الأتداءات الاحتلالية التي باتت يوميتنا في محافظات الوطن والاستهداف الدائم لأبناء شعبنا حتى القتل في انتهاك واعتداء صارخ لا يفرق فيه الاحتلال بين طفل وكهل وامرأة فلانتين أبو حامد تلفزيون فلسطين